السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم وصلنا الى عكة وهذه هي عكة وهذه اسوار عكة شوفوا شوفوا ما شاء الله هذي اسوار عكة ونحن موجودين على شواطئ عكة شوفوا شوفوا ما شاء الله الأصالة العربية والتاريخ التاريخ التاريخ هنا والحضارة هنا شوفوا ما شاء الله روعة بدأنا العمر نتحرك وبندخل من البوابة الشرقية اللي هي هذه الى داخل اسوار عكة البلد القديمة شوفوا كيف هذي الشوهر حقه شوفوا كيف كانت مبنية كانت مشجارة وهذا الباب شوفوا الباب القديم من ابواب عكة شوفوا شو كيف قديمة ابواب جمان اللي استحية شوفوا كم العرض حقها شوفوا عرض الباب شوفوا شوفوا عرضه كم حديث بعدين وكذا 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 شوفوا وبدأنا نتجول في المدينة القديمة في مدينة عكة وطبعا مدينة عكة ليست ببعيدة عن مدينة حيفاء نحن الآن جينا من حيفاء ولكن ما زلنا ساكنين في حيفاء وجينا فقط زيارة إلى مدينة عكة يعني خرجنا من الصباح وبنبقى فيها إلى المساء وبنتجول ونوريكم مدينة عكة فخلوكم معي وهذا السور وكمان يبتد إلى بوكنا على طول الشارع هذا شارع عمر المختار هذا الشارع اسمه شارع عمر المختار الآن بنمشي في أي طريق كل الطرق تؤدي إلى عكة هذه المقاهي القديمة وهذه محلات عكة القديمة ونحن نشوف شوارعها نكمل إلى الداخل ونشوف الأسواق الموجودة فيه داخل السور داخل السور هنا فيه مسجد البرج وهذه محلات الحلويات اللي موجودة كمان فيه مدينة القديمة في عكة وبنكمل زيارتنا بعد نشرب القهوة وناكل الحلويات وهذه القهوة العربية اللي في عكة وقهوتهم فناني مع الحلويات الآن بندخل للسوق الآن بندخل للسوق الآن بندخل للسوق المباخر القديمة هذا المباخر القديمة وهذا هو السوق السوق داخل مغلق وهذا السوق عكة سوف نرى السمك سوق السمك هذه البهارات كل انواع البهارات زعتر البلدي اهم شيء زعتر البلدي تشوف كم سعره كم الزعتر كيلو ثلاثين والعلبة هادي كم ها؟ تعطينا من الداخل احسن هذا فتحه جديد مستقيم تعطيه حق المضيفة اوه ما شاء الله هذا جديد ايه هذا مش اسوك هذا قديم هذا اجزب هادي الاسوك هادي السوق برضو بنواصل فيها ونشوف الاشياء الموجود اللي فيها هادي الحلويات هادي تركية حلويات هادي المنابس ونصورات كله موجود وهادي زي الفلسطيني كله هدا بعكا كل شيء طبعا نفس التقاليد في كل مكان وهادي فطاير الزعتر مجدد 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 الخبز هادي 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 كويس يعملوا فريش ما شاء الله عليهم يعملوا هنا يخبزوا ويصلحوا وبعدين هنا على الناس واستمرنا في التقول في اسواق عكا وطبعا فيها كل شيء موجود ملابس كل شيء ألعاب أطفال كل شيء تحصلونه في اسواق عكا وطبعا من الأشياء الموجودة كمان البن البن بأنواعه وطبعا عندهم قهوة كثير زاكية جدا لذيذة وأنواع كثيرة من البن شيء كمان كلها موجودة صراحة المكسرات كله والتين والزيتون كل شيء فيه ونمشي في اسواق عكا الآن اسواق الشعبية الموجودة داخل السوق وطبعا في اسماك كثيرة موجودة في هذا السوق بالإضافة إلى الخضار طبعا زي ما شفتوه سوق مغلق من فوق وفي أغلبه أكثر شيء هي الملابس والألحاب الأطفال والخضار والسمك هذا السوق كمان نشوفه وهنا التين هنا في تين نشوف التين بكم لا ما في تين لا في مشمش ما في تين اليوم نحن ندور على التين تقولون أنه حلو في التين الفلسطيني وهذا التمر ما في تين هم؟ Voin ما في تين هذا مشمش هذا سوق اه لا ما في بلدي لا بلدي هذه قبحة بشناوي حلوية البشناوي شوفوا الكناب في سوي لك ايها فريش شكرا شكرا هنا مطعم فلاصل هنا بحارات أكثر شيء موجود سأضع الشاورما والفلافل هناك محلات قديمة جدا هناك مطاعم يأكل في المطاعم موجود محلات الحلويات موجود الآن نحن راحين لكي نرى مسكد القزار هذا هو من بعيد سنصل لعنده هذا في المدينة القديمة يقال إن فيه اللحي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قلونا بنروح بنشوف بنتأكد بالموضوح المكان نحن 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 في نحن 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 في شوفوا المحلات القديمة أبواب هكذا كلها محلات قديمة الآن راحين للسوق داخل هنا جسا عادونا مغلاقة يمكن مش مقجرين أو شيء احنا بنمشي الان للداخل خرجنا هذا تركيا كله حلويات هنا هذا السوق مكان ندخلناه من الجهة التانية رضا موجود هنا لو سمحت وين بس قدة هنا العصائر كمان بيجعوها هذي كله المكان هذي كل هدا السوق القديم يعني من الخارج هذي من الداخل وهذا من الخارج لعم نحن بنروح لنا لسه موصلنا للبتك وازلنا في الطريق شوك المكان هنا فعلا فعلا على أسوار عك شوك المكان المحسون أو وهذه النخيل يا سلام وهذا هذا هنا المسجد هذا المسجد طبعا مسجد قديم جدا في عكا وكان يعتبر أكبر مسجد ثاني أكبر مسجد بعد الأقصى هذه المسجد وهذا المسجد هنا مكتوب شوفوا كيف قديم المسجد وهذا ايش في هنا بنشوف نروح مع بعض بنشوف هذه نافورة بسر داخل شوفوا هنا مسجد الجزار نروح بنطفله بنشوفه إذا حد بيجي على كرسي متحرك وجود وجود هذه الدرج الخاصة اللي ممكن تطلعه عبر كرسي متحرك شوفوا نعم بنطلع منشوف داخل المسجد والآن خلوني أوريكم المسجد من الداخل هذا هو المسجد من الداخل والمسجد اسمه مسجد الجزار وذلك نسبة إلى أحمد باشا الجزار طبعا من هو أحمد باشا الجزار هو أحد الحكام اللي طبعا حكموا عكا وكان من أشهر حكامها ويعتبر طبعا في فترة في فترة حكم أحمد باشا الجزار كانت عكا في أوج مجدها وذلك في عام 1799 ميلادي وهو طبعا اللي أوقف زحف نابليون اللي كان قد وصل إليها بعد ما أحتل مصر وساحل فلسطين وحاصرها مدة طويلة ولكن فشل في احتلالها بفضل صمود أحمد باشا الجزار طبعا فتلاشت أحلام نابليون بالاستيلاء على الشرق وسحب جيوشو شكوا المسجد من الداخل وعن هذا القديم جدا باقي آثار لنفس المسجد القديم شكوا كيف شكله هذا المصر مكان اللي يصلون فيه الرجال هذا المنبر شكوا المنبر القديم هذا المنبر هنا مكان الإمام كل النقوش القديمة فيه جزء من اللحية الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في هذا المسجد جزء من اللحية الرسول صلى الله عليه وسلم و سألنا عليها فقالوا لنا أنه هذه القطعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ينزلونها فقط علشان تشوفها الناس يوم 27 رمضان يعني ليلة القدر ليلة القدر ينزلوها علشان الناس يشوفوها أما الآن فهي موجودة في خزنة مخباية وما يوروها الأحد غير في هذا اليوم فقط في ليلة القدر فإن شاء الله يجي يوم ونجي في رمضان ونشوفها إن شاء الله يعني كلكم تجون إن شاء الله بتزورون المسجد بتزورون الجزء هذا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في هذا المكان قبر أحمد باشا وسليمان باشا كلهم موجود هنا في هذا المسجد من ضمن الأشياء الموجودة في هذا المسجد حينما أشتغلوا موجودة في هذا المسجد هدو هم القبرين لأحمد باشا و السليمان باشا اللي خبرتكم عليهم موجودين في جزء من المسجد أو في ركن المسجد نقدم عن فلاف العرفة يمنون أن أقل عن فلاف العرفة شوفوا هذا المكان ما شاء الله هذا الصور شوفوا هدو المكان كله مقاهي طبعا في الليل أكيد ممتهى الروعة شوفوا شوفوا هدو الإضاءات اللي مركبينها طبعا في الليل أكيد روعة هذا كل ما هذا كله مقاهي وشيش في هدو المكان مطاعم بحرية كله موجود على جمسور عكا في المطعم كيف روعة وواو هدو محمود درويش شوفوا روعة المكان تنام هدو مكان مقهى هدو كله في عكا ونحن هنا من على سور عكا هذا سور عكا وهدو الفتحات اللي تجي في السور مكان ما يضربون منها أيام زمان الدفاع عن المدينة وهذه داخل المدينة شوفوا المنازل القديمة كلها هدف عكا كلها مباني قديمة شوفوا كيف البيوت القديمة هذه مش مسكونة البيوت قديمة وهذا السور واو شوفوا كيف الآن رايحين إلى الشط إلى أول ميناء علشان نركب القارب ونشوف أسوار السور من البحر نعمل لفها بالقارب خلوكم لهاي شوفوا هذي كل الغرضة تبع المدينة القديمة حوالين السور في كنيسة هنا كمان موجودة وهذه البيوت القديمة شعبك شوفوا أنا عاملين التوقيت في كل المناطق عامل حركة حلوة اللي عاملها شكل حلو وهذا البيوت القديمة هلين يوريكم وهنا يبعون الحلويات هذا هنا في ميني مارة بدبي صراحة بيوت جميلة جدا شوفوا شوفوا هذي البيوت القديمة واو شكلها بصراحة طبيع شوفوا شوفوا قديمة واثرية بس عاملين مزينة حلمة يعني صاحب البيت عمله فنان صراحة تاريخي وهذا كمان مسجد صغير موجود برضو في الآن وصلنا للمينة وبنروح بنطلع القارب شوفوا هنا على بدكر الله تطلعنا القلوب هذا مطعم طبعا هنا مطلخ محلي شواللو تطلع الشاطئ ان صراحة رهيب المينة ومنع عاملين عربانات للعصاير الجهادي وهذه عربانات الخيول اللي توديك بجولات سياحية وهذه المدينة قديمة المينة وطبعا أول ما بتوصلون إلى المينة كثير من أصحاب القوارب يدعونكم تعالوا تعالوا تطلعون القارب رحلة السياحية رحلة سياحية طبعا انتظر ولا تطلعوا على طول لأنه في أماكن أو في قوارب بيطلعوكم بأسعار رمزية وفي قوارب طبعا بيطلعوكم بأسعار غالية جدا لذلك انتظروا ونحن طلعنا في هذا القارب وكان سعر جدا رمزي ومش كثير يعني تقريبا أربعة يورو تقريبا مش كثير يعني سعره سعر حلو وكان فيه مجموعة من الناس لذلك نحن طلعنا فيه وكانت أجمل رحلة قضيناها في البحر ونحن الآن بنعمل لفة على مدينة عكا على الأسوار عكا أو بالأصح حوالين أسوار عكا من البحر وطبعا عكا تعد من أقدم المدن الفلسطينية وتقع على البحر الأبيض المتوسط حيث تبعد عن القدس حوالي 181 كيلو متر إلى الشمال الغربي ويعد موقعها موقعا استراتيجيا ساعدها على التبادل التجاري والاحتكاك الحضاري بينها وبين دول أخرى تأسست عكا على يد القرقاشيين الفينقيين في الألف الثالثة قبل الميلاد ودعوها باسم عكو أي الرمل الحار وتوالت على المدينة في تاريخها الكثير من الحضارات وكذلك الغزا في عام 16 للهجرة تمكن القائد المسلم شرحبيل بن حزنة من فتحها وأنشأ فيها معاوية ابن أبي سفيان عام عشرين للهجرة دار لصناعة السفن وانطلقت من المدينة سفن حربية عربية إلى جزيرة قبرص وفي القرن وفي القرن الثامن عشر حكم المدينة الشيخ طاهر العمر الزيداني وأبنائه وهو الذي بنى أسوار عكة الشهيرة التي أمامكم هذه وفي نهاية القرن التاسع عشر حكمها أحمد باشا القزار والذي بنى المسجد اللي زرناه قبل شوي وطبعا هو اللي صد نابليون يلا الله عقبا لنا كلنا نزور المكان وتزورون وتشوفون أسوار عكة الآن باللف نعمل لفة الجولة شوفوا رجعت الاتجاه الثاني كانتنا بنرجع من جديد بس هذه الجزء الثاني من المكان الثاني من عكة روح موقع هناك بعض الناس يأتي هناك لكي يوم هناك في باب أن باب أن يوم أن أن أو وفي عام 1799 أفشلت أسوار عكة زحف القائد الفرنسي نابليون بونابرت وقيش الفرنسي الذي وصل إليها وقال كلمته الشهيرة تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكة سلاما لا لقاء بعده وأحتلت القوات البريطانية مدينة عكة عام 1918 فهب أهلها للدفاع عنها وكان لأهالي عكة دور في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز وأعوانهم واشتهر في المدينة سيجن عكة أثر ثورة البراق حيث قامت السلطات البريطانية بتنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة من رجال المقاومة الفلسطينية وهم محمد قمقوم وفؤاد حقازي وعط الزير وكان ذلك في يوم 17 حزيران عام 1930 وأضرحتهم في عكة شاهدة على ظلم الاستعمار وما زالت إلى الآن وأتفض Griffithان وفؤاد حورة قامت الحفقة الحفقة من الدناة ومن الدناة ومن الدناة كسية من رمكة حفقة وأهم المعالم التاريخية الموجودة في مدينة عكة هي سور الجزار وخان العمدان والحمامات والسراية القديمة والسوق الأبيض وحمام الباشا وخان الإفرنج وقلعة عكة ينزلون يلا يلا شوفوا الشباب ينزلون من سور عكة للبحر يلا عيوبكم واو شكرا شكرا أما أهم ما تشتهر به عكا وهي صناعة الزجاج والأصبغة وصيد الأسماك والحلويات والأطعمة مثل التمرية والكعك الهواري وطبخ الخراف المحشوة والأوزي شكرا عصبت اشتركوا في القناة 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 هذه الصور حق الحمد الصبي الحديقة من براء هذا القلعة ترى من هنا ترى المكان ترى المكان هذه البستان الباشع في عكا ترى المكان ترى المكان وكان معنا لقاء مع هؤلاء الفلسطينيين الذين ساعدوا نحن بصراحة كثير جدا من يوم وصلنا إلى حيفا تحية لهم حسنا كيف حيث الوضع كيف حيث الأن ؟ حيفا طبعا مشهورة بالسياحة ومشهورة بكثير أشياء حلوة ببحر حيفا كمان. وعننا شارع بنقريون على البهائية كمان كتير خلو. يعني في اجواء كتير حلوة هون. كم لكم هنا? اه طبعا امير خلق هون. اه انا هون تلاتة وعربين سنة خلقت هون. الحي هون ايه? حي الهضار. رائد الحي. اه اه هاي المصلحة لقلنا. اه الحمد لله رب العالمين. اه اه وهذا هو مبسوطين هون. مبسوطين. كيف تعملو هالاشياء? طبعا هون في بوريكس. اه بوريكس بجبنة وبوريكس البطاطا وبوريكس اه اه كتير يعني من جهزه. اه بيجينا عجينا. واحنا من جهزه بالفرن. اه. اه كتير تمام يعني الشغل هانا كتير حلو. وكتير يعني هذا البوريكس بتميز عن البوريكس الثاني. يعني هذا البوريكس اسمه بوريكس عقلاء. يعني بتيجي حطو اكبر مع بيضة. وبتيجي يعني بكون اهوة من البوريكس العادي. يعني هذا يعني اسمه بوريكس تركي. واسم المحل بوريكس الافندة. اه مع طرقوش هذا هيك. اه يعني هذا الشعار له للبوريكس. كتير كتير حلو هون. كتير اشواء حلوة بحيطة. من بيع كمان ومنعيش. ورز وصلطة. وعرايس. وكتير شغلات. اه طيبة. الله يوفقكم شهر بحيطة يا رب. واحنا كمان مبساطنا بجيدكو علينا هون في حيفا. كتير حلو. وان شوفناكو. وكان كتير مميز هداك اليوم اللي استقبرناكو فيه من التخانة. يعني كتير حلو. وبالصدفة اما كنتو يعني مستأجرين حدنا يعني. يعني. فعلا كنتو يعني انجل يبين اصالة اهل الفلسطين. ويعني الظيافتو. فعلا الظيافة العربية. ما نقصر معانا ابدا. اهلا وسهلا خيكو يا اهلا. اكيد انتو عاملين احسن للناس عشان هيك استقبال احنا يعني يعني لاناكو يعني. شكرا. اهلا وسهلا فيك بوين مكان يعني. ايه. امحا فلسطين كاملة يعني. حبيب.